أستاذ عبد الرحيم تتوقع أن اليوم اللي صاير هذا هو بداية لإهتمام الحكومات والمسؤولين في ليبيا بالرياضة بداية أنا لما قلت أننا عرفت لك تعريف سياسي المرات نحن فن السياسة هو ما يمكن أن تحصل ليس ما يتبه لو أخويا عادة لنبدل أن يدوا على ما ينبه هذا ما ينبه كلام آخر نحن نبه ليس وليدين حرمان سنين هذين نحن وليدين حرمان ستين سنة نحن دولة متوسطية نحن الدولة الوحيدة في الشمال أفريقيا وفي الدول العربية التي لم تستضيف دولة العرب متوسطية نحن دولة أفريقية نحن الدولة الوحيدة في الشمال أفريقيا التي لم تستضيف دولة العرب الأفريقية نحن دولة إسلامية نحن دولة لن نستضيف دورة الألعاب الإسلامية نحن لم نستضيف دورة الألعاب العربية دولة عربية دولة متوسطية دولة أفريقية دولة إسلامية لم تستضيف إطلاق عن أي دورة من دورة هذه نحن دولة ما لدينا شيء لما نجون بهتوش نبو نقول لك قبل ملعب أعني أنت تختلف مع عادل لما نتحدث مع عادل لما نتحدث اسلامية أنا نقول لك لما تستبد flourish علي ليبيا كدولة تشملوا من الملعب أنا عندي تقارير شوفوا على التقارير أقروا عليه التقارير المرعبة على الطرق في ليبيا من أخطر طرق في العالم شوفوا عدد الألاف اللي ينضيعوا فيه من أبنائنا يوميا لكن يا أخي في ظل هال هالتردي كلها نحن فرحانين به ملعبة رابلس تخير من الله شيء وش البديل ما عنديش هذه النقطة يريد أن يوصلك لها ووصلك لها من حقك ترضى بالقليل أعطي لي حتى القليل أنا لا أراضي به من اليوم أنا أراضي به 50 سنة القليل خلاص أستاذ لا 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 أراضي 50 سنة 50 سنة خلاص هذا الواقع سمحني أستاذ أعني كنت غلط جيت أنت بدلي في المكان ما تقولش عادل كان غلط حتى لي بندير زيها تحملوا عادل زي تحملوا ليني خلاص نصلح فاتت فترة الآن مفروض نصلح ما نقولش ندير في القليل ونقولهم تنتم قابل كنتم عندكم شيء أحب دي ربكم درتلكم ملعب كراسي بلاستك وجبت لكم هاو إنارة لا أستاذ توي تتكلم على منظومة بالكود هي كانت تورب المنظومة يورب على الضي زي منظومة مصرفين بالمركز يمخش حتى وهذا الصح أستاذ تجي تقولي درت منظومة المنظومة بضي لها العالم لي خمسة سنة بايا لماذا توي السؤال اليوم اللي يتفرج العادل الخمسي ويشاهد في هذه الصورة حديثة اللي اليوم التقطتها سواء عدسة الوسط ولا أيضا عدسة منصة حكومتنا وعودة الحياة هذا الملعب أمامك شن هو اللي ناقصه باش أنت تعقب وتقول نبيزة العالمية في منظومة إلكترونية في حاجز إلكتروني في كراسي في عشب هاجين من الجيل الأخير في سيارة نقل تمشي راحا من قبل الحكومة بتقريبا 28 أو 20 كاميرا مخصصة هتكون في الملعب مشانا دول أفريقية أفقر من ليبيا عشر مرات عندها ستة وسبعة ملاعب تحفة تشوف الملعب لول تنسى التاني نتكلم عنها مش حاجة كبيرة أنت دولة باترون صينت لي ملعب مش افتتحت ملعب فضل يا عاد الله شوف الصور قدامك فهمني منتفق معاك أنت صينت ملعب بالليبي نقوله بين قوسين رقعت ملعب وجاي اليوم معناها مدائر بورج وعرس كبير احنا بلاد باترون مفروض عندنا ستة سبعة ملاعب زي هذه وعندنا زي ملاعب أخرى ترفع عشرين وخمس وعشرين ألف متفرج متفرعة في طرابلس وفي سبه سبه تقول مش تاب عليم ما فيه حتى ملعب يرفع مثال يلعب فيه حتى سبعة سبعة اليوم تقولي والله تم ملعب الخمس ما احترامي ملعب ليش ما يكونش ملعب سبعة الجوب في الخمس مدينة على البحر ومدينة جميلة لا يمكن تحميل لا يمكن تحميل أخطاء حقبة وسنوات طويلة لحكومة قد تصرفنا في عشر سنين يا مراد مليارات ممليارات مدرناش بهم خمس ملاعب لا مدرناش درنا ملعبين خمس ملاعب في العشر سنين أخيرة ما قالك ببكر قالك الحكومات السابقة لم تكن لديها الرغبة هذا لومنا لومنا على الليبيين نحن لم نكلموش في جهات أخرى نكلموا في أبناء ليبيين نشدوا الحكم ولحد الآن نشدين الحكم تجي لي أنت تعطيني القليل وبعدها تقولي احمد رب قدرت لك ملعب هذا ليس مجميلك مجميلك أن هذه بلادك تخدمها أنت شاعد المنصب هذا تدير ملاعب تدير طرق تدير كباري تدير جسور تدير مستشفيات تدير مطارات تدير من حقك أنت لأنك هذه بلادك هذه بلاد بترول لكنني لا أرى اليوم ضد يا مراد لا يفهمونش الناس أن يضد لا أكلامك يباني أنه ضد لا ليس ضد أنت غير راضي بكل ما حدث يا مراد أقرأ فيني شوية أنت تجيني اليوم تقول يديرت لك ملعب ليس شيء كبير ملعب في بلاد بترول يا ناس صيّنت ملعب في بلاد بترول هذا من التبكين في رأو كل نفس التوجه يا عاد والله العظيم لا يوجد أحد يختلف فكلمك لكن الفكرة اليوم نحن نبغي نتعامل مع حدث بعد يومين والله يا مراد صاد يوميا نفتتح ملعب في السنغال لا أجاب معه لأمحمد صراح لا أجاب معه فرميديو و حتى أصحابها لا أجابهم و لا يديروا عليها ملاكبة مع عجبتك شو؟ لا كويسة لا نعرفه بالبلاد خلاصاه اليوم نفسه وش كلام لا باهية باهية نعرفه بالبلاد و ليجينا نحن أي واحد يجينا برافو لكن نشوفني حتى الآن في لغة على الاختيارات والواحد يجي مرحب تابع لا هذه الاختيارات عندي فيه مكلام أنا ممكن اليوم الناس تأول كلامك بأن عادة ربما لم توجه لها دعوة لي تحدثة بهذا التاريخ ماذا دارك شنه؟ غلطين دقيقة يا رجل يا عادة نصبوردي دقيقة مش هناخذ من الكجابة تول قلاص